اللي عملوا بقى صلاح النهاردة من أرقام قياسية جديدة كل هدف بيسجلوا صلاح دلوقتي بقى يعد في عداد الأرقام القياسية الكبيرة الرائعة التاريخية الاسم المصري الكبير الأرقام النهاردة تقيلة أوي أرقام يعني ما كنتش ممكن تتخيلها في أحلامك كمشجع مصري إنه لعب مصري يكسر هذه الأرقام العظيمة تعالوا نشوف ياه دي كبرت مننا أوي ماشي محمد صلاح سجل محمد صلاح سجل الهدف الأول وصنع الهدف الثالث لليفربول أمام آيكس فيه دوري أبطال أوروبا محمد صلاح هداف دوري أبطال أوروبا بعد منور خمس جوالات حتى الآن بستة هداف متساويا مع كيلينة مبابي يعني ما خدش هداف البريميال ليج عشان طبعا هلن بيكتسح فيعني إن شاء الله ياخد هداف دوري الأبطال السنة دي محمد صلاح أصبح ثاني هداف ليفربول أوروبيا عبر التاريخ خلفا لستيفان جيرارد الأسطورة الكبيرة والترتيب كالتالي ستيفان جيرارد واحد واربعين هدف محمد صلاح في المركز الثاني باربعين هدف فاضله هدف يتساوى مع جيرارد وساديو مانيه بستة وعشرين هدف محمد صلاح أصبح أكثر لاعب أفريكي يسجل فيه البطولات الأوروبية عبر التاريخ متخطين ديد رجبة محمد صلاح واحد وخمسين هدف ديد رجبة خمسين هدف يا سيدي يا سيدي على الخيال محمد صلاح أصبح الأكثر صناعة للأهداف في تاريخ ليفربول بدورة أبطال أوروبا بالتساوي مع ستيفان جيرارد وميلنر بصناعة 12 هدف ولسه ولسه الأيام جاية كتير والأرقام العظيمة شرعة